أنا أقولها لكم أرهم أخذوه أخذوه إلى وجهة مجهولة قد يعذبوه قد يتعرض إلى أي شيء قد يتعرض إلى أي شيء ولا يهمهم من المفروض يعني لو كان هذه الدولة دولة مؤسسات هذا التسريب نعم القانون يمنع على السجين أن يخرج من هذه الطريقة يفتحولوا قضية قضية تتمثل في هذه العملية التسريب من السجن واحد يخرج وثيقة ولا حاجة ولا يخرج معلومات ولا يخرج تسجيلات ولا يدخل تلفون هذه كلها أمور يعقب عليها القانون في كل السجون إذن أنت تفتح له قضية تفتح له قضية وش فيها؟ هذا الإجراء وما قاله من المفروض هنا يتم استدعاء سعيد شنغريح من طرف القضاء العسكري تسمعوا ما هوش أكبر من القضاء حتى وكان يكون رئيس جمهورية ما كانش واحد أكبر من القضاء ولكن هذا لن يحدث للأسف الشديد الآن ما راح يحدث هي استهداف جارميت بنويرا جارميت بنويرا راه في خطر حياته في خطر قد ينتقم منه ينتقم منه يدوه يسجنه تعرف على الأقل ما الشرط قد يموه المرحلة اللي راح يمر عليها راح يخطيرا لذلك يجب أن يحدث تحرك من طرف المنظمات الحقوقية المنظمات الحقوقية في الجزائر مدجنة لذلك الكيان اللي ديرين وهذاك حقوق الإنسان راه كيان رسمي من بقي؟ بقي التحرك على مستوى دولي يكون فيه كيان منظمة حقوقية جزائرية على الأقل في الخارج تتحرك على مستوى مجلس حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة على مستوى هيئات دولية على مستوى دول من أجل حماية هذا الشاهد لأنه قضية قرميت بن ويرا راهي ما ترتبط بالجزائر داخلية راهي ترتبط أول حاجة هذا كان في تركيا وتم تسليمه لذلك راهي تركيا طرف وتركيا عندها المعلومات وقرميت بن ويرا أعطى للأتراك معلومات أمر آخر هذا الشخص راهي تحدث على عمليات تهريب من الحدود معناها راهي هذا تهريب المخدرات راهي وصل إلى القرى الإفريقية كلها ربما راهي يوصل إلى قرات أخرى إذن القضية ترتبط بدول الجزائر دائما يقولوا بأنه المغرب هو مصدر هذه المخدرات أوكي ومن يحمي الحدود هو الجيش من المفروض لا يخليش هذه المخدرات توصل لم يكن قائد مسؤول كبير في الجيش متورط مع هذه راهي وقد أغرقها أمر آخر ليبيا شراء أسلحة من ليبيا ودفنها في تحت الآر الرمال وبعد ذلك يظهرها في مصرحيات القبض على إرهابيين هذه أيضا راهي تتعلق بمكافحة الإرهاب وهي خطوة خطيرة أيضا منطقة الساحل القضية راهي قضية دولية بامتياز لذلك من الضروري التحرك على مستوى دولي على محورين محور حقوق بحث ويتعلق بضرورة حماية هذا الشهر لأن هذا الشخص حتى لنفرض جدلا أن كل المعلومات اللي قالها كاذبة لكن الإنسان يكذب ولا يصدق ولا أي شيء ولا يقوم بأي شيء السجين راه عنده حق التخطيط للهروب وإذا ما هربش وانكشف يتعق ولكن أنه من حقه يخطط بش يهرب هذا هو المتعارف عليه لذلك هو خطط واستطاع أنه مثلا سواء بمبادرة منه ولا مبادرة مع أطرف أخرى أنه وصل هذا التسجيل واحدث ذجة في الرأي العام لذلك مهما داع تبقى كرامته الأدمية وحقوقه كإنسان يجب أن تصان وما كانش في الجزائر مؤسسة تحمي حقوق الإنسان خاصة عندما يتعلق الأمر بعسكري وموجود في سجن البوليدة وفجر ملفات تخص مسؤول أقوى رجل في الدولة الجزائرية الآن وهو سعيد شنغريحة اللي ماسك الجيش وماسك الدولة بالكل أعتقد بأنه هنا حياة رهي في خطب لذلك من الضروري جدا التحرك ليس عبر الفيديوهات دير دير فيديو لا يجب أن يكون هناك كيان يقوم به الجزائريين اللي موجودين مثلا في الخارج هذا الكيان من أجل التحرك لحماية جارميت بولدر لأنه أنا أجزم لكم من خلال المعطيات اللي عندي اللي اتحدثت عليها حول ما حدث في البوليدة ومن خلال ما أعرفه عن نفسية سعيد شنغريحة أجزم لكم تمام الجزم بأن هذا الرجل حياته في خطر لأن شنغريحة لن يمررها له سينتقم منه وينتقم من غيره ومن كل واحد في شبهة الطواطو أو أنه عنده حسابات معه ستكون مرحلة انتقامية كبيرة تجهدها المؤسسة العسكرية وهذا الذي سيقدم عليه سعيد شنغريحة ترجمة نانسي قنقر